بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وأهلا بكم على شاشة الصحة والجمال وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج مع الأمين النهاردة بنتكلم على المهن والصناعات وعن مجال التصنيع وإزاي أنت النهاردة تبدأ بأي مشروع كبداية البرنامج بتاعنا هدفه إيه وإحنا بنشر لي إيه يعني الهدف إحنا عايزين نوصله إيه من البرنامج بتاعنا إحنا عايزين النهاردة أي شاب عنده طموح وعنده إمكانيات اللي هو عايز يبدأ في أي مشروع ونحاول نبسطه الأمور ونحاول نوصله على بداية الطريق اللي هو يقدر يكمل في الطريق بتاعه ويبقى بالنسبة له حد ناجح وحد كويس من الخبرات اللي احنا وصلنا لها ومن الشغل بتاعنا والإمكانيات بتاعتنا بنحاول نبسط الأمور كلها يعني لمشاهدنا ونكون الدليل بتاعه في مجال الصناعات وننزل على أرض الواقع وبننزل ورش ومصانع وشركات مش شرط احنا بالنسبة لنا لازم بنخوض التجربة دية معاكو وبنحاول بقدر الإمكان اللي احنا عايزين يد عاملة وفيه يد حرفية تبقى على قدر وأعلى كفاءة وإحنا النهاردة برنامجكم مع الأمين هو هيبقى مستشارك في مجال الصناعات كلها مش هيبقى بالنسبة له بس هو بيتكلم على نقطة معينة أو اللي انت تقدر تبدأ لا في كل الصناعات وإزاي انت بالنسبة لك تقدر تقدر تخوض الخطوة دية وتقدر بالنسبة لك تبقى صاحب مشروع ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى وهنكلم بالنسبة لنا عن قصة كفاح وبعض الشباب اللي موجود معانا برضو اللي هيبقى يعني اللي احنا نتبنده بنشجحهم وندعمهم ونوقف جنبهم في المجال وهم الضيوف هو انتم يعني الضيوف معانا هما انتم فبالنسبة لنا بنتكلم على المجال يعني أي حد بالنسبة ليه صاحب شركة صاحب منشأة صاحب أي مجال في التصنيع احنا موجودين معاه بنحاول نشره الضوء ونحاول نلقي الضوء معاه اللي احنا ازاي حد ناجح وحد صاحب حاجة كويسة ووجهة مشرفة بفضل الله سبحانه وتعالى وإحنا بالنسبة لنا طبعا البرنامج بتاعنا احنا بنسعى به اللي احنا عايزين نقضي على البطالة يعني احنا في بلاك كتيرة فيها بطالة عالية فاحنا بنحاول بقدر الامكان اللي احنا عايزين نقضي على البطالة اللي موجودة بالنسبة فيه احنا يعني عملنا تقرير وبالنسبة للتقرير دوت فيه جيبنا يعني وصلنا لشركات ومصانع وورش واتكلموا عن البرنامج وطرحنا لهم فكرة البرنامج فبالنسبة ليهم يعني بالنسبة ليهم اتبسطوا جدا اللي فيه حد هيتكلم في مجال التصنيع والحد دوت هو البش مهندس محمود الأمين اللي موجود معاكم بنتكلم على كل مجالات التصنيع وهيكون معانا يعني واجهة مشرفة وحد ناجح جدا وحد سبت نجاحه في السوق بعد التقرير البش مهندس هشام سعيد رجل أعمال كبير ناجح وهيكون موجود معاي هيبقى ضيف الحلقة النهاردة بإذن الله وهنشوف التقرير ونرجع عليكم تاني أحب بارك الأستاذ الإعلامي محمود أمين على انطلاق البرنامج الجديد مع الأمين على قناة الصحة والجمال وإن شاء الله يكون إضافة للصناعة في مصر وللحرف وإن شاء الله ربنا وفاهه بإذن الله ويكون إضافة كده لمصر في كل حاجة وربي التوفيق إن شاء الله نحب بارك البش مهندس محمود الأمين على برنامج جديد على قناة الصحة والجمال وإن شاء الله يبقى ضيفة قوية للقناة والبش مهندس محمود طبعا وإن شاء الله طبعا ننتظر منه إنه هو يعبر عن النشاط الحرفي في مصر هو ألف ومبروك طبعا لبش مهندس مرة تانية وإن شاء الله طبعا ننتظر منه كتير جدا لإنه زي ما هو عودنا من نجاحه والشخصي إنه هو هيعكس ده طبعا إن شاء الله على المجتمع بتاعنا بإذن الله والآن ببردو نوجه رسالة للمجتمع بتاعنا اللي هو يتابع البش مهندس محمود على قناة الصحة والجمال اللي إحنا بحيث اللي هو إن شاء الله أنا متأكدين اللي هو يقدم محتوى هادف وبرنامج إن شاء الله هيبقى محبوب جدا لكتاع عريض جدا من الشباب واللي حابب يعمل مشروع خاص بالنسباله ومش عارف يبدأ إزاي هيعرف يبدأ وإن شاء الله هيبقى هيستفيد بشكل أو بآخر إن هو ينم حتى من مهاراته هيكتسبها من بش مهندس محمود الأمين أحب أبارك لقناة الصحة والجمال على انضمام المهندس الإعلام المحمود الأمين وبرنامجه الجديد مع الأمين بالتوفيق والنجاح إن شاء الله ويكون أضافة قوية للقناة وألف مبروك يا باش محمدس أحب أبارك لقناة الصحة والجمال على انضمام الإعلام المهندس محمود أمين وإن شاء الله تكون أضافة قوية للقناة ويكون البرنامج مع الأمين برنامج قوي وناجح وفعال في مجال الصناعة في مصر وبالتوفيق والنجاح الدائم للمهندس الإعلامي محمود أمين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونحب الرحب بضيف حلقتنا النهاردة البشمهندس هشام سعيد رجل الأعمال الناجح النهاردة بنرحب بك بشمهندس هشام أهلا وسهلا بشمهندس في البداية شايف فكرة البرنامج ورأيك فيها إيه وليحنا بنتكلم في مجال التصنيع فنحب كده برضه البشمهندس هشام يلقى الضوء كده في البرنامج بتاعنا مبدأي أنا سعيد بتواجد معك بشمهندس ومتشرف في البرنامج بتاعك بوجودة ببرنامج بتاعك وكانها محترمة زي قناة الصحة وجمال أنا بحقية جداً فكرة البرنامج فكرة ممتازة ومحتاجين زيها كتير دي نوعية من البرامج مش موجودة يعني أو مش منتشرة في مصر اللي هي متخصصة اللي بتشجع الشباب بتشجع ناس صحاب المهن وصحاب الحرب ففكرة ممتازة جداً ونحب برضه نتكلم بشمهندس هشام بالنسبة نية في البداية لازم يكون في صعوبات في أي مشروع الواحد بيقوم به يعني إيه اللي إحنا بنقدر إحنا نتغلب على الصعوبات ديت بنحاول برضه نلقى الضوء اللي إحنا موجود معنا كم كبير قوي وحد بفضل الله سبحانه وتعالى حد ثبت نفسه في السوق العمل وفي العمل في الشغل فعايزين برضه نلقى الضوء للمشاهدين يسوفوا برضه إزاي يتغلبوا على الصعوبات أي شاب النهاردة طالع في مجال عمل في مجال شغل ممكن في أي ضرب يقول لك خلاص كده أنا بالنسبة لي كده لأ الشغل كده صعب نعم تمام فإحنا عايزين بالنسبة لنا إيه النقطة بتحاول تشارها لمشاهديننا والشبابنا الجميل والله هي في الأول يعني أي حد لازم يكون في الأول في دماغه وفاهم كويس جدا أن مراحل العمل أو الحياة عمتا فيها صعوبات كتير جدا فلازم لو هو من الأساس حط الدف زهنه وفاهم أن في صعوبات وتحديات ولازم يعديها وكل ما قبلها يطلع ويعدي المرحلة اللي بعدها طبيعي أي حاجة صعبة هتقابله في حياته ها يعتبر أن دي عقبها وحتعديه ولازم يكمل بعدها بس لو هو في الأول قبل ما يبدأ أي حاجة مش مقتنع أو مش حطت في دماغه أن في صعوبات لازم يعديها فطبيعي ما أول عقبها هتقابله هيتراجع فطبيعي كلنا لازم نبقى فاهمين أي مجال هتفتحه أو أي حاجة هتشتغل فيها فيها صعوبات حتى لو قعدت 40-50 سنة شغال فيها في ناس شغالين وبقالهم 40-50 سنة في مجالات لغاية النهاردة بيعدي على العقبات وصعوبات وبيعدي ولما بيعدي منها بيكون حقا نجحت أكتر بكتير تمام فيه أوقات كتيرة بشواندس شام الماديات التي تبقى عائق أمام الشاب اللي هو فتح مشروع فإحنا بالنسبة لنا إزاي تغلب برضو على العوائق المادية تمام وإيه الخطوات اللي احنا ممكن نشير ليه ونلقي الضوء ليها تمام تمام هو المبدأين لما تيجي تبدأ مشروع أو تبدأ أي حاجة تجارية وطبعا إحنا لما بنقول مشروع فممكن الشباب اللي سمعنا يعني كلمة مشروع بالنسبة له حاجة ضخمة جدا هو المشروع ده ممكن يكون أي حاجة حتى لو ورقة صغيرة كده يعني عشان الناس ما تتخضش لما تيجي تقول له مشروع فهو أي حاجة في حياتك مشروع زي التجارة زي الجواز دي كل لها اسمها مشاريع عشان ما تخضش من كلمة مشروع الفكرة أنه أنت طبعا أول ما تيجي تبدأ أي مشروع أو تفكر حتى قبل ما تبدأ بتتخضع أو بتبقى حطت في دماغك الأمور المادية وبتبقى خايف منها فده بيتطر معظم الشباب أنه ما يكملش أو ما يكملش الفكرة حتى في دماغه من كتر خوفه في الموضوع هي حقيقة فعلا بشوانس الشام مزبوط وهل فعلا المشروعات النجحة بتبقى محتاجة تكلفة في فلوس جامدة ولا هو على حسب أنت عايز تبدأ يعني إمكانياتك لازم الأول أشوف إمكانياتي إيه وهبدأ إزاي أنا النهاردة لو عندي راس مال هبدأ على قد راس المال بتاعي ما عنديش راس مال هفكر في طرق تاني في طرق تمويلية لو أنت عايز تعمل مشروع كبير وعايز تبدأ بشكل ضخم في طرق تمويلية كتير جدا زي التمويلات التجارية اللي بتديها البنوك واللي بتساعد فيها الحكومة ومديها بـ 5% على ما أتذكر يعني في تمويلات تانية عن طريق الشركات 2-3 أصدقاء يعملوا مشروع في كذا طريقة للتمويل لو أنت حابب تبدأ بشكل كبير أو بحابب أنك تعمل حاجة تكون متمكن من الفكرة بتاعتها وفي طرق تاني زي الحاجات اللي مش محتاجة تمويل أو مش محتاجة تكلفة عالية في الأول اللي هي مجرد أنك تكون فاهم في خامة معينة أو حاجة معينة وتبدأ تعملها عند ورشة، عند مصنع، تشوف تكلفتها، تدي له ديزاين، التصميم تمام، اللي هنشجع المشروعات الصغيرة بش مانتس الشعب بزبط، بزبط، اللي هستفد منها فردين، يعني طرفين الطرف الأول الشاب اللي هو عايز يعمل مشروع لنفسه ويستفيد منها المشروعات الصغيرة، صحاب المشروعات الصغيرة وأنا من هنا بدعو صحاب المشروعات الصغيرة أنهم يركزوا في الفكرة دي إنك إزاي تجيب شاب عنده ديزاين أو عنده تفكير في حاجة معينة عايز يعملها، أنت تبدأ تعملها له وتقول له تكلفتها وهو يحط عليها هامش الربح ويبدأ يشتغل يباعها يبقى أنت استفدت، شغلت مشروعك الصغير وهو استفدت في التجارة طب حركة بس ماند الشام أنت رجل أعمال ناجح، فقل لنا برضو على الأفقار كده اللي ممكن شاب بإيه يطبقها أنا مبدئيا يعني خلينا عند حتة النجاحة مثلا دايما ناس يعني الكلمة دي أنا ما بحبهش رجل أعمال ناجح لسبب لأن النجاح ده بيخليك توقف فأنت لسه يعني ما فيش حد يوصل للمرحلة النجاح دي إلا ما بيقول بقى أنا خلاص مش مكمل فأنا يعني شاب مشغال وعندي طموح كبير جدا لسه يعني عشان أوصل للمرحلة دي فأرجع تاني للنقطة اللي بنتكلم فيها بتاعة الفكرة والله كان فيه من ضمن الأفكار العربيات اللي ترحاها الحكومة زي مشاريع العربيات المتنقلة بتاعة الشباب فيه ناس بتصنع أنا عرف ناس بتصنع الحاجات دي كانت بدأ بتصنعها عند ورش وبتاع وتديهم الدزاين وبدأوا يعملوها وبدأوا أنهم يتاجروا فيها ويدوها للشباب ويبقوا حالهم وبعد كده الناس دي بدأت النهاردة عندها مصنع كبير وبدأت تشتغل فيه نفس الفكرة ممكن نطبعها على كذا حاجة عندك فكرة معينة في ديزاين مثلا لتربيزة لكرسي لماكنة ممكن تروح لورشة اعمليلي لديزاين الفلاني وتبدأ تشتغل بالطريقة دي وتتاجر في الحاجة دي بأنت اشتغلت الورشة وأنت اشتغلتهم مع الوقت ربنا يكرمك وتعمل مصنع كبير أنت شابة شcker이시رام بالنسبة لمصر ممكن مع الوقت توصل للصين النفس الصياة يعني زي الصين في التصنيع بتاعها وفي الغازارة بتاعتها في التصنيع باسم من لا ما شاء الله النهاردة في التصنيعها هي في العالم كله باسم من لا ما شاء الله الصين النهاردة في المنتجات النهاردة بقتت تليم نصنع كل حاجة لزي نحول المجتمع بتاعنا من مجتمع مستهلك لمجتمع منتجي هو عامة يعني في بس خلطة ما بين فكرة الاستهلاك والإنتاج لأن أي مجتمع في العام بيستهلك يعني إذا السين بتستهلك يعني ده مليارات فميستهلكوا الفكرة مش إنك تتحول من مستهلك لمنتج إنك تتحول إنك تنتج وتستهلك اللي بتنتجه بس هي بتستهلك يعني بنسبة دينا إحنا بيستهلك أكتر يعني لا هي الفكرة مش في الاستهلاك في حد ذاته يعني مفهوم الاستهلاك إن أنت ما تستهلكش ما تصرفش ما تعملش لا الفكرة إنك تستهلك اللي بتنتجه ما تستهلكش زيادة عن اللي بتنتجه المشكلة عندنا إنه إحنا بنستهلك أكتر ما بننتج هذه المشكلة فالفكرة بنرجع تاني لموضوع الصين يعني أنا شايف إنه إحنا يعني الصين بدأت من على الأرض يعني المفروض لو إحنا هنبدأ إحنا بدأين قبلهم كمان إحنا عندنا الأساسيات عندنا المصانع عندنا الشباب عندنا قوة العاملة عندنا الفكر الكويس عندنا الطرق عندنا كل حاجة موجودة زي ما تنقشنا في الموضوع ده بشمهنس هي الموضوع موضوع فكر لازم يتغير فكر الشباب لازم تستهلك وقتك كله أو معظمه إنك إنت في أفكار جديدة في طرق تجارية تشتغل بيها تكون مربحة ليك أكتر من إنك تستهلكها في حاجات هو ده الاستهلاك بقى إنك تستهلك عقلك في حاجات تاني بره مستقبلك أو بره المهنة أو بره التجارة أو بره الصناعة دايما خلي الجزء كبير في عقلك لمستقبلك وللشغل بتاعك هو ده الاستهلاك الغلط حضرتك بكل تقى جيت نموذج يعني ناجح للشباب كتيرة فخلينا نتكلم عن قصة كفاحك ونجاحك هو عمتاً يعني أنا شاب بدأت أنا حالياً في الوقت الحالي أنا شغال في التجارة أنا بدأت شغلي بنفس طرق يمكن اللي قلت لك عليها من شوية إنها جيت فكرت في إن أنا إزاي عايزة أشتغل في التجارة أو أبقالية بيزنس أو مشروعي خاص كان قبلينتني عوائق مادية طبعاً في الأول اتغلبت عليها بإن أنا كنت عارف المجال اللي أنا شغال فيه كويس جداً وعن طريق المعرفة بدأت أدور على طرق إن أنا تفادى بيها قصة الماديات اللي مش موجودة في الأول عن طريق إن أنا كنت شغالة سيلز في شركات وكنت عامل نتووركي علاقات كويسة جداً في السوق وبدأ فيه صيقة بينهم وبين الناس وبدأت أكترح لي منتجات أنا أقدر أجيبها بسعر كويس وبجودة كويسة عن اللي موجودة في السوق الناس قابلت الموضوع وبدأت إن أنا أخد منه واروح أستورد له الحاجة أجيبها أو أوصلها للغاية عنده وأخد هامش الربح بتاعي مع الوقت ومع الوقت بدأتنا بتحولت من أنا بجيب بأخد منه وأشتري وأديه لو أخد هامش الربحي إن أنا أتاجر بشكل مباشر مع العملة نفسهم ومن هنا بدأت إن أنا خطوة بخطوة خطوة بخطوة أكبر الشغل بتاعي وأبدأ إن أنا أشوف بقى المرحلة اللي بعدها يعني أنا خلاص إن اشتغلت والحمد لله بقى عندي تجارتي عايز أشوف المرحلة اللي بعدها والمرحلة الأشكاكت لسه أقولك النجاح بعد ما تحق بعد لسه قدام لأن أنت النهاردة تجرت ونجحت عايز بقى توصل للمرحلة بعد كده لها التصنيع تمام الصعوبات بشوان السشام اللي قابلتك في الطريق نحب برضو نقول للمشاهدين ونقول لشبابنا الجميل اللي هو عنده أمل وعايز يفتح مشروع برضو بنوريله نموذجة هو تبدأ وخد خطوة والنهاردة باسم الله ما شاء الله النهاردة العالم كله بيشوف الشخصية الجميلة اللي موجودة معنا ببرنامجنا ومشرفنا فإحنا عايزين بشوان السشام الصعوبات اللي هي قابلتك والمطبات اللي قابلتك في الطريق إزاي تقلبت على الأمور دي طبيعي يعني في صعوبات كتير إن مش محتاجة إنها حد يعني يحكي عنها إحنا كلنا شفناه التغيير اللي حصل في البلد دي كانت من ضمن المشاكل الضخمة جداً اللي قابلتنا إنت كنت عامل شغلك بطريقة معينة فطبعاً كله تغير مع التحولات الكبيرة اللي حصلت في البلد من قبل 2011 لبعد 2011 ده تحدي ضخم جداً خصوصاً للشباب اللي بدأ زيه واللي كان لسه يدوبك بياخد ستيب باي ستيب إحنا تغلبنا على ده طبعاً مع تحرير العملة اتغلبنا مع ده على ده بإن إحنا بإداءنا نشوف الوضع في البلد الحالي وإيه الفرص المتاح أنا عايزة فاجأك أن لقينا أن الفرص اللي موجودة في الوقت الحالي أكبر من كتير للشباب اللي زينا من قبل 2011 لأن كان قبل 2011 كانت بنسبة كبيرة المجال التجاري والصناعي في مصر كان محكم بأطراف معينة وكت صعبة جداً تخش وسطيها لما البلد اتغير الوضع وبدأنا النهاردة عندنا مفتاح ضخم جداً في التجارة وفي الصناعة وكمية المشروعات الرهيبة اللي موجودة في البلد خلت أن الأماشة بقت واسعة جداً فبقيت أنك تقدر تشتغل بأريحية بدون يعني تغلبنا على حكاست المنافسة الرهيبة لأن سوق كان محكم وكان فيه كذا حد موجود وكان منافسة جديدة جداً لما طبعاً بيبقى فيه شغل كتير ومشروعات ضخمة الناس اللي هي الكبيرة اللي موجودة اللي ممكن تلاقي منهم منافسة شرسة زي ما بقوله بالبلد جاءت له في الكلام ده فقدرت تطلع وسطيهم وبدأت أنت تاخد شغل صغير تقدر أنك تشتغل جنبه لغاية ما تبدأ شغل صغيرة مع صغيرة مع صغيرة ما تبدأ تجبر عشان كي دايماً بقول للصحابي والشباب حتى بواجهلهم عن طريقك لو أنت حابب تبدأ ده أحسن وقت أنك تبدأ فيه شغل فرص موجودة بشكل كبير جداً بس تبدأ في حاجة أنت فاهمها وابدأ بتفكير سليم وابنية خلصة للاحظة هو برنامجنا مرضى وشبابة الشام بالنسبة لي إزاي تتغلب على البطالة يعني بالنسبة لينا يعني إزاي إحنا نقدر نتغلب على البطالة عندنا في بلدنا يعني إيه الفرص اللي إحنا مقدر يعني حرك بالنسبة لي صاحب شركة وشركة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى شركة استرادة تصدير فبالنسبة لينا إزاي إحنا بالنسبة لنا يعني بنتيحوا للشباب بتوعنا إيه اللي بنتيحوا ليهم أنا موضوع البطالة ده سمحتاج أن أكلم فيه معك كتير بس بعد ما أخلص يعني أنا رأيي بلد بحجم المشروعات دي عبلا ما نقول فيه بطالة يعني لو فيه بطالة يبقى مشكلة مننا مش من اللي مفيه الشغل إحنا أصلاً يعني أنا راجل شغال في التجارة وشايف حجم المشروعات اللي موجودة في البلد وشايف أن الناس مش مش يعني الشغالين نفسهم مش ملاحقين يعني فيه فرص عمل متاحة برضو مع حضرتك في الشركة مفيش أي مشكلة إحنا على طول يعني من انخلالك أن أي حد عنده فكر وأي حد عنده جد في الشغل يتفضل يتقدم لنا لو يتواصل معك إزاي بشماندس هشام يعني عن طريق حضرتك يعني إحنا أصدقاء يعني تمام حبيبي عن طريق حضرتك أي حد عنده فكر يكون جد حتى لو عنده مشروع أو فكرة أو عايز ينفسها أنا بديله الطريق وبقوله يبدأ إزاي ويشتغل إزاي تمام يعني بنقول للمشاهديننا الجمال وشبابنا يعني أي حد عايز فرصة عمل معنا رجل أعمال ناجح البشماندس هشام بفضل الله سبحانه وتعالى أي حد هيتواصل معنا هنقدر نوصله البشماندس هشام وبإذن الله ان شاء الله يبقى متاح يعني يبقى فيه متاح معه اللي هو ينزل معه في الشغل بإذن الله وبنحاول إحنا بقدر الإمكان بنمدي يد العون لشبابنا الجميل والشعبنا اللي إحنا بالنسبة لنا بأرقامنا الموجودة على الشاشة بنقدر نتواصل ونتواصل مع البشماندس هشام بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لو عنده فكرة مشروع وعايز نقوله يبدأ إزاي يحط إيه رجله إزاي يروح يجيب لو حابب تمويل أو حاجة ياخدها إزاي احنا نقدر نقوله بدون أي حاجة تمام ونصحتك بشماندس شام للشباب إيه بفضل الله في نهاية بردمجنا يعني أنا نصيحتي للشباب ويعني أنا شاب زي الشباب وبوسطيهم وبشوف كل حاجة اللي فرق اللي ما بيني وما بين الشاب اللي جنبي أو اللي موجود اللي قولك أنت طب إنت إزاي عملت كده وأنا ما عملتش كده أنا ركزت في شغلي ركزت في مستقبلي دماغي 80% منها يعني ما كانت 100% دلوقتي يمكن 80% شغلي ومستقبلي بعيدت عن السوشيال ميديا بعيدت عن الحاجات اللي ممكن تاخد مني وقت عالفظي فدي نصحت للشباب حط وقتك كله في تركيزك في أنك تفكر في مستقبلك وأنك إزاي تشتغل وأنك إزاي تنجح هتنجح إن شاء الله وفي النهاية بنشكر باشماندس هشام سعيد في نهاية دلبرنامج وبشكر حركة باشماندس اللي أنت نورتنا في بنامجنا الحفظ شرف لي يا باشماندس إن شرف لي وبنقرر الشكر نحن يعني بفضل الله سعداء جداiero للباشماندس هشام سعيد نورنا في أول حلقة لنا في بنتامجنا مع الأمين طفFe يا باشماندس وبشكر سيادتك الحفظ وإزني الله إن شاء الله يبقى لنا حلقات كتيرة بإزني الله مع بعض يعني حركة بسم الله ما شاء الله كم كبير وكم بسم الله ما شاء الله مش هنقدر في حلقة أو حلقتين يعني هيبقى لنا برامج مع بعض بإذن الله إن شاء الله توفيق وأنا بحيي فكرة البرنامج وبحيي قناة نفسها بتقدم محتوى كويس وإن شاء الله بالتوفيق وانتظرونا بإذن الله إن شاء الله في الحلقة الجاية وضيف جديد وإن شاء الله بإذن الله نستودعكم في الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك في الغربة وشايفينك معك في الغربة الله يعينك